فوز الأهل على جمهية الكيني 3-0 نتيجة قوية الأول مرة فريق ده يعني الأهل يكسبه خارج أرضه بالنتيجة الكبيرة دي 3-0 في تاريخ اللقاءات اللي جمعت ما بين الأهل و جمهية الكيني صحيح وأي فريق مصري لم يفوز على هذا الفريق بهذه النتيجة في كينيا هناك في نايروبي العاصمة الكينية لأنه الأهل قدم معاش فعله أن يفوز الأهل يلعب بواقعية الأهل يلعب بذكاء مرسل كولر مع فريق العمل مش بس مرسل كولر كل الجهاز الفاني الموجود في النادي الأهلي بيودير هذه الوضعية أو هذا التوقيت من الموسم بشكل ذاكي قوي فكرة أنه تلاحم المواسم وإزاي أهيأ اللعبين ما بعد راحة ما كانتش سلبية كبيرة ولكن أنت هيأت اللعبين ذهنيا بدنيا بالشكل اللي لما ترجع لأول مبرارة رسمية ترجع بشكل تقيل بشكل قوي بشكل فنيا مع سكاوتنج على الفريق الغريم تقدر أن أنت تكون موجود بتقلع على الأرض الملعب وتفوز بدون اندفاع هجومي لأنه الأهلي مع مرسل كولر كان في بعض الأوقات في البطلات الأفريقية بيندفع كثيرا حتى أن وصل لمواجهة فرق كان بيعاني أمامها ومن ثم العقلية بتاعت مرسل كولر وتطورها مع خبرات القارة الأفريقية والمشاركة في المباريات الكثيرة وضع عنده نقاط أنه ألعب واقعية وباهتمام ومشيلي فرص أكبر لفريق ممكن ما يكونش عنده إمكانيات كبيرة فتتراجع بشكل أو بآخر زي برمز على سبيل المثال في مباراته في دوري أبطال الأفريقية هناك في هذا الدور أيضا التمهيدي لكن الأهلي لعب بالشكل المدروس المحسوب مع قوة اللعبين الموجودين والحفاظ على القوام الأساسي بما فيهم إمام عشور ومراوان عطية وأكرم توفيق الثلاثة اللي كان في نص الملعب اللي كان عامل مؤثر في حالة التوازن سواء كان الدفاع والدعم أو الهجومي والقوام الأساسي مع وجود لعب واحد فقط من الأربعة اللي تم ضمهم يحيي عطية الله اللي خد دور علي معلول في الجهة اليسرى هذا دولة المغربي فتأقل أو مخلش بغياب علي معلول عن قوام أساسي للناد الأهلي فكان الأهلي بيلفوز عن قدرة وأضاع الكثير عكس مثلا ناد الزمالك اللي كان في كينيا أيضا لكن ما قدمش مساويه كبير بس فاز بالخبرات لكن فيه نقاط تفرق ما بين تقل هنا وضع فيه دي بقى نقطة مهمة حامل هقول لك لي لأنه زي ما أنت قلت تتكلم فكرة أنه تتكلمت على مثال كولر والأهلي أنه هو فاز عن طريق استراتيجي أو عن طريق خطة موجودة ومدروسة فما سبناهش للحظ في الآخر طبعا الكرة في الآخر برضو فيها جزء كبير جدا من التوفيق أو عدم التوفيق ولكن فيه فرق بين فريق حاطة خطة أو فريق زي ما أنت قلت بيكسب عن طريق الخبرات أو بيعتمد على وجود الفرص اللي بتكون موجودة في المباراة وبكل تأكيد زي مالك نادي كبير جدا وفريق كبير جدا ونتمنى طبعا أن احنا كمان نشوفه في أحسن حالاته لكن بالرجوع للأهلي واستراتيجية الأهلي ومارسل كولر اتكلمت عن آليات الاختلاف بس مع احترام آليات الاختلاف دي واحترام الظروف كمان المحيطة بالمباراة من الجو وأنهما لعبوا في وقت الظهر أو وقت العصر وجود جو صعب وجود استفزاز من الفريق المقابل وتصريحاته مؤتمر صحة في أن ما فيش فريق قدر فريق مصري قدر يكسبهم على أرضهم مع وجود الاستفزازات اللي احنا بنشوفها دي اللي تمام وجودة برضو على طول في الكورة يعني إيه الاختلاف إيه اللي وصل خلينا نقول الأهلي لهذه المرحلة من النوت جامرس الكولر موجود من فترة اللعيبة موجودة من فترة إيه اللي حصل